قبل أعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 عن قرارها بالاحتفال سنوياً في العشرين من إشباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فإن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن نحو ملياري شخص يعيشون في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن لأربعين بالمئة من من هم في أمس الحاجة للعمل كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً عصية على الصراعات العنيفة وقادرة على التصدي للتحديات التي تلي الصراعات مفهوم العدالة الاجتماعية لا زال غائباً في الدول العربية الأمر الذي ينتج عنه ما تعانيه تلك المجتمعات من انتشار للفقر والجهل والانهيار الاقتصادي لذا كان لزاماً على الحكومات أن تتبنى السياسات وخططاً استراتيجية واضحة لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية الأمم المتحدة أشارت من جانبها إلى أنه من المفجع أن العدالة الاجتماعية ما زالت بالنسبة لأعداد مهولة من البشر حلماً بعيد المنال إن ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية جمة أثرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الأفراد والجماعات وعصفت بإمكانيات العيش المشترك في عدد من البلدان وزاد الوضع تفاقماً تنامي الجرائم العابرة للقارات كالتجار بالبشر والتلوث وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين هرباً من الحروب ومن ضيق الحاجة وانعدام الاستقرار وتحد المواطنة في مجتمعاتنا العربية آمال في أن تلتفت الحكومات في هذه البلدان بحلول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية إلى تحقيق شيء من تلك العدالة الغائبة من حياة المواطنين والحاضرة في الاحتفالات والمحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر